بسم الله الرحمن الرحيم يقول لي تركيز كاتيون الأمونيوم في محلول كلوريد الأمونيوم تلك تركيزه هذا تركيز المحلول و هو يبقى تركيز كاتيون الأمونيوم أقله حاضر من عيوني من هو كلوريد الأمونيوم ولم نتعرفنا تقول لي meets tit 합 الخutato وهي كلوريد الأمونيوم كلوريد الأمونيوم إذا عئيتها في الماء ماذا يعطي Roberto نجد إلى Nh4 زائد ماء صح صح احنا حطينا وين قتلي بالماء اللي هو عبارة عن H زائد OH عدل هذا بيظل يسبح بالماء ليش لانه يالي من حمض قوي HCL راح يظل يسبح ما راح يتميأ لكن هذا الحبيب إذا لقى الOH راح تصير لعملية تميؤ و راح يسوي كذلك NH4 زائد الOH طبعا أنا قاعد أتكلم عن ذو الاثنين هذا يأخذ هذا ماذا يسوي لي يسوي لي الأمونية زائد الماء صح؟ معناته أنا استهلكت كمية من هذا مع كمية من هذا صح؟ هذا نقص عدل لا مو عدل نقص تركيزه فلما أقول أنا بداية كان عندي 0.1 مول من هذا وتكون عندي طبعا لأنه مول مول 0.1 مول من هذا و 0.1 مول من هذا لما تفكك الواقع أنه أول ما تفكك ارتبط مع الحبيب هذا و نقص عن 0.1 مول جزء منه استهلك و سوى لي أمونيا وماي فرح نقول مو مساوي تركيز كاتيون الأمونيوم هذا مو مساوي هذا مو مساوي هذا ولا أكبر من هذي ما يريدني بأكبر هو أقل من التركيز الأساسي مال الملح يقولي لا يحدث تميئ عنده إذبت أحد الأملاح التالية في الماء شنو إذبت؟ إذابت عنده إذابت ضحكه دام قالي لا يحدث تميئ و معناته الشقين هتنين هم أقوية الملح يأي من حمض قوي و قاعدة شنو قوية معناته أكيد قايتكلم عن هذا هذا يأي من حمض الكبريتيك القوي وهذا يأي من هيدروكسيد الصوديوم القوي إذن هذا لا يتميئ المحلول المائي لملح كلوريد الحديد هذا حمضي ليش؟ قالك والله كلوريد الحديد هذا FeCl3 تفكك إلى Fe3 Plus زاد ثلاثة Cl ماينس عدل شنو بيصير هنا هذا يأي من حمض قوي صح لهو الHCl إذن ما رح يتميئ ما رح يتفاعل مع المائي هذا يأي من قاعدة ضعيفة معناته رح يتفاعل مع المائي فراح نقول إذا كان المائي عبارة عن H2O تفكك إلى H Plus أو تميئ إلى H Plus زاد أو يتعين إلى H Plus زاد أو H Minus معناته البلس هذا الحبيب رح يأخذ هذا ويسوي لألكتروليد ضعيف اللي هي القاعدة ما لتصح رح يصير Fe3 Plus زاد أو H سالب بس رح نأخذ منها ثلاثة تعطيني Fe أو H3 خلاص إذن شنو الإجابة اللي نختارها إحنا رح نقول يرجع ذلك هذا المحلول حمضي المحلول المائي حمضي ليش بسبب تفاعل أنيون الكلوريد لا ما تفاعل أنيون الكلوريد ما تفاعل لكلوريد قلنا لك كتيون Fe صح هذا اللي تفاعل بس أي واحدة نختار مما يجعل المحلول غنيا بأنيونات OH ولا غنيا بكتيونات H وهو قال لك حمضي معناته فيه H صح ولو أنت لو مو قايل لك حمضي لو فرضنا مو قايل لك حمضي أنت قلت لي أن هذا خذ هذا صح عدل معناته اللي قل هو الOH معناته اللي يزاد وهو الH إذن هذه هي الإجابة غنيا بكتيونات H لا يحدث تغير في قيمة الأسل الهيدروجيني عند إذابة المركب التالي لا يحدث تغير معناته ما يتميئ حلو معناته نتكلم عن واحد يعني من حمض قوي وقاعدة قوية عند ذوبان ملح أسيتات الصوديوم في الماء فإن العبارة غير الصحية خنشوف العبارات أسيتات الصوديوم CH3 COO صوديوم راح نفككها إلى CH3 COO صالب زاد NHNO موجب طبعا هنا يقول يتميئ ما يتميئ من اللي راح يتميئ فيهم هذا ياي من NEOH قاعدة قوية ما راح يتميئ هذا ياي من حمض الأسيتيك الضعيف معناته إذا شفنا الماء اللي هو عبارة عن H plus زاد OH صالب هذا الحبيب أكيد راح يأخذ H plus ويسوي حمض الأسيتيك فراح يقول CH3 COO زاد H plus يعطيني حمض الأسيتيك CH3 COO H خلاص فراح تصير عملية تميئ وراح يبقى أنيون الهيدروكسيد في المحلول ويصبح المحلول القلوي خلاصنا خلاص نشوف الحين الاختيارات لا يتميئ كتيون الصوديوم هذا كلام صحيح يزداد تركيز أنيون الهيدروكسيد في المحلول ويصبح المحلول القلوي فعلا هذا اللي طلعنا تركيز أنيون الأسيتيات بالمحلول يساوي تركيز كتيون الصوديوم لا عسى ما شر هذا استعملنا جزء منه صح عشان نسوي حمض الأسيتيك معناته هذا قل مو كثر الصوديوم إذن هذه غلط وهي اللي نبي نختارها آخر واحدة يتميئ أنيون الأسيتيات بشكل محدود وينتج حمض الأسيتيك وانيون الهيدروكسيد كلام صحيح كلام صحيح إذن الاختيار هو هذا يقولي المحلول المائي اللي سيانيد البوتاسيوم قلوي التأثير ليش بالكلب الخير هذا كي سيان فكك ليابلة بالمائي راح تقولي كي بلاس زائد سيان سالب صح انت حاطة وين بالمائي المائي يتفكك إلى أتش بلاس أو يتأين إلى أتش بلاس أو أتش سالب هذا ياي من قاعدة قوية اللي هي الكي أو أتش ما راح يتأين أو تميئ ما راح تميئ لكن هذا الحبيب ياي من هيدروسيانيك وهو حمض ضعيف معناته أكيد راح يتميئ راح يسوي لهيدروسيانيك فرح يأخذ منو الاتش بلاس فرح يصير عندي اتش بلاس زائد سيان سالب طيح نحن وراح نكتب الاتش بلاس ونقدر نقول اتش تو او زائد سيان سالب ها هذي سالب زين زائد سيان سالب يعطيني شنو اتش سيان ويبقى منو الو اتش سالب معناته هو فعلا نقل ويشوف طلعنا الو اتش شي اللي صار قال لك تفاعل كتيونات البوتاسيوم مع الماء لا قلنا البوتاسيوم ما يتفاعل مع الماء هذا البوتاسيوم ما يتفاعل مع الماء عنيانات سيانيد صح بس يجعل المحلول غنيا بيشنو بالو اتش هذي هي الاجابة الصحيحة اصلا قال لك هو النقل ويما اتش في و اتش شوفوا الرسمات الضريفة هذي قال لي هذا شكل وهذا شكل شكلين غير بعضها بنحط بينهم خط هنا تلاحظ الملح اول ما حطيناه في الماء قبل لا يتميئ اول ما حطيناه في الماء اول لحظة كانت تراكيز الايونات مالتها كاملة خلاص عقب ما تميئ واحد من الايونات نقص تركيزها ليش تنقص تركيزها لانه تفاعل مع الماء وسوالة الالكتروليت اللي سوالة بلوة صح لانه هذا تميئ عدل ونفس الشيء هنا هالمرة هذا هو اللي تميئ نقص تركيزها تميئ استعملناه فهنا يقول لي المقارنة العيون اللي تميئ من XA من اللي تميئ X Plus صح والعيون اللي تميئ من MB هو B minus اللي ما تميئ هنا هو A سالب واللي تميئ هنا هو M موجب معادلة التميئ شنو راح تكون راح نحط ويا الماء صح راح نقول اللي تميئ هو X Plus حطينا ويا الماء طبعا الماء فيه اتش موجب و او اتش سالب فمما ان هذا موجب رح ياخذ ال او اتش زائد اتش موجب حلو نوع الملح تبع لمصدره يعني مصدره من وين من حمض قوي قاعدة ضعيفة قاعدة ضعيفة حمض قوي الى اخرى شنو راح نقول دام تميأ وسوالي قاعدة معنات القاعدة ايه هي الضعيفة خلاص فراح اقول ياي من قاعدة ضعيفة والجزء اللي ما تميأ زائد حمض قوي خلاص نوع المحلول الناتج شنو تلاحظنا فيه اتش بلاس صح فراح نقول حمضي زين خنشوف الصوب الثاني يابي معادلة التميأ من اللي تميأ البي ماينس فراح نقول بي ماينس زائد الماي الماي فيه اتش بلاس و او اتش ماينس الماي ناس من بياخذ بياخذ ال اتش راح نقول اتش بي زائد ال او اتش ماينس واضح انه طلع ويانه محلول شنو قلوي لانه فيه او اتش عدل نوع الملح تبع انه مصدره دام انه طلع لي تميأ حمض معنات ايه من حمض ضعيف لانه هو اللي تميأ زائد قاعدة قوية لان الشق القاعدي ما تميأ ممكن كذلك يسألني يقول لي فسر يقل تركيز ايون الاكس بلاس في محلول الملح الاول شو تقول له تقول له تتفاعل كتيونات الاكس بلاس مع الماي لتكون قاعدة شنو ضعيفة كذلك رح يسألك يبقى تركيز ايون الام بلاس هذا في محلول الملح الثاني ثابت ما تغير ليش تقول له لا تتفاعل كتيونات ام بلاس مع الماء لانها تكون قاعدة قوية تتفكك تماما شنو في الماء لان هذا الشق ياري من قاعدة قوية يارب تكون استفدته والحمد لله رب العالمين